اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شفتي الطبيبة اشتركوا في القناة 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 هذا المشهد الذي يبدو لنا في الحياة الدنيا تلخصه كلمة واحدة اية واحدة في القرآن العظيم لما قال ربنا سبحانه وتعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ معنى أن الإنسان يُكابِد الكبد هو ألم يصيب الكبد الآن إنسان كيتعرض للمعاناة كيتعرض لألام هذا نصيبه في الدنيا هكذا خلق الله الوجود من أرد أن يتقبل ذلك فله الرضا ومن لم يتقبل سيعاني الأمرين مرتين إما أن تتقبل ذلك وإما أنك تتعاني الأمرين مرتين ولقد خلقنا الإنسان في كبد الإنسان منذ أن يولد في هذه الحياة وهو يتألم لما يكون الجانين في بطن أمه كيشعر بالألم وحينما يريد أن يخرج من بطن أمه يتألم تسمع الصراخ والمرأة الحاملة عند العويل والألم ولكن بعد ذلك بعد الألم تأتي الراحة وتأتي الزغارين وتأتي الأفراح وتأتي العقيقة والأطعمة والأشربة والناس كلهم فرحانين ثم بعد ذلك تتجدد الألم طفل صغير لا بد أنه يتناول الرضاع كتجي مرحلة الأسنان كي يوقع لي ألم فضيع وكي يعدمه في التديد هاول أم كتألمه وكي يبكي بالليل ألم وبعد ذلك كي يكبره السلنات وكي يعود بخير وكي يقف على رجلته وكي يبقى غادي أو تأتي كي تجي آلام أخرى آلام للتعلم قيدخل المدرسة قد يقرأ خيف المدرسة خيف المدير يستيقظ مبكرا خصوه يحفظ دروس دياله وغادي يكون لأسا آلام ولما يكبر ويتنتهي الدراسة بعد السنوات الطويلة وقبلها قيدخل المراحقة قيدخل عنده قيدخل من الذين قل فيهم الله تعالى وإن عليكم لحافظينك يراما كاتبين كي عنده مسؤول كان برفوع عنده القلم ولا القلم موضوع عليه فكي يبقى عنده آلام المراحق آلام لأنك يشعر بأنه محسوم عليه جميع أعماله وعنده رغبات وعنده شهوات وعنده ملدات وكي يبقى عنده كسر الدراسة من كسر الدراسة بعد آلام والدراسات وسهر وتعب كي يقلب على عمل عاوتاني مواجهة آلام أخرى كي يقلب على عمل مدة طويلة اختبارات وربما كي يدير وقفات احتجاجية ماشي يكون مع الذين يحظون بالتوظيف وبعد أن يشتغل قيدخل واحد العلام آخر عاوتاني للآلام قد يلقى مع زملائه قد يلقى هناك منافسة غير شريفة بعض الحقيقين آلام دائما مستمرة ولقد خلقنا الإنسان فيه كبن ثم بعد ذلك كي يبغي يتزوج كي يتزوج كذلك المحت عن زوجها أو المحت عن زوج شاقون كي يبقى يبحث الإنسان عن نصفه الآخر قد يتعتر ويطول الأبد في العثور على المرغوب فيه آلام كثير ومعاناة ثم لما يتزوج وكيدخل القفص الدهبي كتنزوح للمدة كتنزوح لحظة دي المتعة وخلافات آلام ثم كي أعطيك الله أولاد كتعودت تعود للقصة من الأول وهذا الأولاد خصوم نفقة فتبحث عن المال وقد تتعرض لبعض الاختبارات أنك قد تتعامل بالريشوة قد تتعامل بالربا قد تتعامل بالحرام بالنصف بالاعتيال واشتجي بالطعام الحلال آلام صراع داخلي وهكذا كي يبقى الإنسان طول عمره كي يشعر كي يشعر به ولقد خلقنا الإنسان في كبن إلى أن يكبر ويصير بعد الكهولة كيدخل إلى فترة الشيخوخة وكي يجي آلام أخرى للأمراض والأسقام وكي يجي للنسيان وكي يجي ربما الإهمال الأساري آلام كثيرة إلى أن يموت وقبل أن يموت كي يبقى عنده آلام أخرى يحتضر يتألم لكي يخرج هذه الروح وكي يقول إن للموت لسكرات آلام فضيعة ثم ذلك لما يموت يدخل إلى القبر يسأل يسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسم وفيما أنفق آلام ولكن بعد ذلك كي يأتي الراحة المطلقة الأبدية وهي لما ينتقل الإنسان إلى رحمة الله الواسعة إلى جنة عرضها السماوات والأرض هذه اللحظة ما فيش آلام نهائيا ولو بيثقال حبة ذرة ما فيش آلام ما فيش هموم ما فيش معاناة خلود أبدي كله هناء ومتع وأفراح ومسرات الألام هو هي فقط في الحياة الدنيا وهي قصيرة جدا بين ستين أو سبعين سنة في بقياس الله دقيقة أو دقيقتين علينا أن نصبر على هذه الألام كنقول الكلام كله لأمي تسليم لأن المشكل ديالك بنتي ربما قد لا يكون سممه الدواء من عند الطبيب قد يكون المشكل هو عند كثير من الناس هو عدم تقبل الوضع لأنا أكيد عيش فيه ككل وضع اللي عندي ربما وضع ناقص إنسان ينظر حوله كالقناس عيشين في واحد مستوى رفيع أو علاقة إنسانية قد قد أكثر الراحة وربما وضعه لنظرته للوجود نظرته للحياة نظرته للمحيط دياله أنها غير مستوية كيشعر ديما كالنقصان وكال أنه ضيع وأنه محقور وأنه مع النزهر هالتراكمات كتأدي إلى وحد الشعور بالمغص في المعيدة كيسم الأعصاب ديال المعيدة السبب ديالها مش المرض العضوي السبب ديالها هو منطق التفكير منهج التفكير كنكون أنا ما عجبني الوضع وغير راضي على الوضع كيتحول ذلك إلى ضغوطات في الجسم ديالي وكتظهر فيها أمراض أمراض المفاصل أمراض صدع الدماغ أمراض انقباض النفس هذه كله أمراض في غالبها ليست أمراضا عضوية هذه الأمراض كيعالجوها الأطباء الشطار آخر النظريات في علم الطب تعالج بأن نغير نظرتنا للوجود نغير نظرتنا للحياة نستقبل الحياة كما هي نقول ربي قال لنا ولقد خلقنا الإنسان في كبن هو سبحانه وتعالى أخبرنا بالحقيقة وأنا راضي راضي اللي جات لي كان نصبر عليها واللي مشات كان عاود ربي يخلف عليها وغادي الحياة كده حياة أشياء جميلة جدا في الحياة وكده أشياء أخرى مؤلمة والحياة غادي هكذا غادي بوحدة لا توازن هكذا خلق الله الوجود لأنها الدنيا وقصيرة والحياة الطيبة النقية الصفية حتى بعد أن ننتقل من عالم الفناء إلى عالم البقاء لأننا نحن هنا الآن نحن الآن في محل اختبار لنبلوكم وأيكم أحسن عمل ليبلوكم الله تعالى لقيبتني كل واحد مننا هل يصبر هل يحتسم مجرد أن أستوعب هذه المعاني وأن تدخل في قلبي وعقلي سأجد بأنني أستطيع أن أعالج نفسي بنفسي بغير دواء لن أحتاج إلى دواء لن أحتاج إلى معالج لن أحتاج إلى راقي لن أحتاج إلى الطبيب ولا إلى صيدني ولا لأي سأعالج نفسي بنفسي بقوة الإيمان واليقين لأنك تتصالح مع نفسك تتصالح مع محيطك قد قل الله يجعل بركة وتشل قسم الله ومرحباً به وأنا كله همي إذا جاء وقت الصلاة أصلي لله وبعده يقوم بالأعمال المضاطة بي نحن عندنا كل واحد فينا أعطى الله مهمة في الحياة أعطى الله واحد العمل يجب أن تقوم بالعمال المضاط بك مقامك حيث أقامك كل واحد ربي وضعه في واحد المقام معين يقوم بالعمال عليه ومن يجي وقت الصلاة هذه لحظة لحظة الشحن الإيماني كانت وضع وكانت صلي لله وتستمر الحياة غداً وبعد غدين شهرون وبعد شهر عام وبعد عام ونحن نسير لكي ننتهي إلى واحد المحطة نهائية هذه المحطة التي يموت فيها الصلاحة يقول لي هدئة لك هدئة لك أتممت أتممت التجربة بنجاح هدئة لك وسوف تنتقل الآن لتسلم الجائزة بهذه المنطق أيها الأحبة الكرام ممكن أن نتخلص من الكثير من الأمراض التي نعاني منها وتأكدوا بأن الأمراض النفسية هي أكتر بكثير من الأمراض العضوية في سائر المجتمعات في سائر المجتمعات خصوصاً الغربية المتقدمة الأمراض النفسية هي أضعاف مضاعفة لأمراض العضوية والأمراض النفسية إذا انظرنا لها غدلقوا أكتر من 70% منها رهى مرض واحد ولو عندها مسميات كثيرة علمية في الطب النفسي هو مسمى واحد سمه القرآن الوسوسة معظم الأمراض النفسية راغل وسوسة راغل الواحد قال اسمع رأسه وكيسمع أصوات في رأسه أو كتجي خواطر نهلية هي عبارة عن وسوسة هاد الوسوسة لا أستمع إليها لا أنتمه إليها إلا كانت هي كيسموها علماء الطب النفسي بالتفكير الغير المنقطع بحل واحد روبيني محلول كيب قنهر كام الطريقة أخصي الغلق روبيني كيف أغلقه أنني الفكر ديالي الفكر أخصي أن أبدأ أن يكون مرتبطا بالله مشغولا بالله وهذا يقتضي أن اللساني يكون فيه الذكر والعقل فيه الفكر عقلي أتفكر في جلال الله وفي كتاب الله نقرأ القرآن العظيم مش كراء غير كنت حاول نختم أقرأ القرآن قراء التدبر وأنا كنت فكر في المعاني وفي الآيات هذاك علاج رغم أنه أجر وتواب هو علاج العقل لي عنده الوسوسة هذه واحدة وصفة ليمتحن الجميع لي عنده الوسوسة ما يبقىش يقلم عن الأدوية هنا وهناك ياخد القرآن العظيم ويقرأه بتدبر كالك يقول لك أنك قرأ البقرة كل نهار موقع ليوانو لأنك تقرأها قراءة تسلسلية ختامية مش تختم اقرأها قراءة التدبر اقرأ كل آيات بتدبر كل معنى أقف عند ماذا يقصد ربنا بكذا ماذا أستعين بكذا في التفسير الميسر وهتلقى بأن العقل يعني كل فكر صار يتغدى بالنور القرآني الوسوسة ما تدرش بك نهائيا نهائيا مليون في المئة الوسوسة والكلام الفاريغ وذلك ما يسمى بالهرطق والهالوسا وكل المصطلحات التي تدل على الضياع والتمزق الفكري هذه كلها ما تدرش بك نهائيا هتلقى عندك واحد العقل صحيح وسليم ومستكر وهتلقى بالتالي تنعكسه على النفس نفس راضية مرتاحة والجسد قادر على تحب المشاق الحياة وغتلقى بأنك قادر على أن تسير على السكة الصحيح من في أم تسليم حول ما أمكن تخرجي من دائرة الفراغ دائرة الفراغ اللي عندك رهي السبب الأساسي لك تخلي الكثير من الناس يتعبون ويتصارعون الفراغ هو عدو الإنسان لابد أن يكون عندي عندي عنشطة أقوم بها إما أعمال منتجة كيه بعض ربات الميوت ما عندهمش عمل ممكن نخلق لي عمل كيه اللي كدروا أعمال في البيت إما خياطة إما فصالة إما طبخ إما كده ولم القاملين طريقة سهلة بسيطة جدا كمش المساجد عندنا الحمد لله جلسات لتعليم القرآن كيه في المساجد كيه أخوات فضلات لفائدة النساء كيعلموا مبادئ الدين مبادئ القراءة أو الكتابة وكلي كيقول لهم ممكن نخلق معهم في خارجات كدروا خارجات كدروا جلسات كدروا رحلات فيما بين تزاور فيما بينهم زيارات كدقى صدقات على أساس الدين كدقى في المساجد فعلماء علمات أجلاء كيقوموا بأعمال كثير وده حضرت مع بعضه إن هناك ما شاء الله كدقوا كدروا عائلاء أكثر من الإخوة والأخوات ما كيلا قيل ولا قيل ولا نميمة ولا غيبة كيتعاملوا مع القرآن العظيم مع السنة النبوية مع التفقف في الدين ثم مع ذلك كيكون التفويج والترويح عن النفس خارجة ربيعية نزهة أو زيارة عند بعضه من البعض دون تفاخر كتكون ذلك المربية كتكون لهم دون تفاخر وكيعد الإنسان عنده وحد الفضاء واسع يغير فيه الأجواء وكيرتاح لأن الفراغ هو عدو الإنسان اللي كيبقى بوحده كيتسلط عليه لوسواس الخناس وكيبدي يكل منه أشكي يكل منه وحد المادة عندنا في أجسامنا اللي كتسمى رحيق والحياة كيبدي يمصها منك بيخليك تاكل بيخليك نعس بيخلي عندك الخاطر متسعة وكتلقى النزاع بين الزوجة والزوج وكتلقى الأعصاب ما بين الأم وأولادها وكتلقى الحياة غدية وقفة أو راجعة بالنور مع أن الحياة هي لمدة أن تسير نحو المستقبل الحياة تسير الفلك كلك يدور الأفلاة كلها تدور محل عاجلة وإنت وقف وحدك غتألم وغتكون خسارة عندك مضاعفة اعلموا أيها الأحباب الكرام أن ربنا عز وجل قال لنا ولقد خلقنا الإنسان في كبد يعني تعم ومشقها لا تضنوا بأن واحد اليوم من الأيام غدجي واحد الحكومة اللي غدل لنا المدينة الفاضلة وغد يكون جميع أبناء الشعب عيشين في آريحية وعندهم أجور عالية وعندهم وعندهم أبدا الحياة هكذا من اللي كانت زياد من هذه الواجهة كانت عود تلزل من الواجهة الثانية رأى الدول المتقدمة العليا اللي عندها أكبر داخل فرد في العالم رأى متقدمة ماديا ولكنها منتكسة على مستوى النفسي عندهم عندهم الانتحار عندهم الشدود الجنسي عندهم التفكك العائلي عندهم الخيانة الزوجية عندهم الشعور باليأس والإحباط عندك لقو دين الحياة ما بقاش عندهم هي هكذا الحياة خلقها الله تعالى من هو الناجي الناجي هو الذي تمسك بعقيدة الله وشريعة الله وسار مع أهل الله في طريق الهداية والدور ونحن هذه الأيام نحتفي بذكر ميلاد خير خلق الله القائد الأعلى هو نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله في الحلقات المقبلة نتعرف عن هديه وعن المبادئ التي دعا إليها ونسير على ضوئها وسوف نفلح ورب الكعبة بنتي للا وفاء الله يشفيك اللهم تعالى يعافيك اللهم تعالى قويك وزيدك ربي بالفضل بالنعيم اللهم أمين اللهم أمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر